أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطور لحسن داودي اليوم بالرباط مباحثات مع سيدة ميشيل جون الحاكمة الهامة السابقة لكندا ورئيسة جامعة أوطوى التي تقوم حالياً بزيارة إلى المملكة نود إقامة شراكات مع جامعات البلدان الفرنكوفونية وحكوماتها وتحدون رغبة في إقامة هذه الشراكة مع بلدان مثل المغرب بروح من التاطير والتنسيق المشتركين فضلاً عن إقامة شراكات في ميدان البحث وأيضاً من أجل التنقل والحركة الإنسيابية للطلبة والأساتدى والباحثين الراغبين في المجيء إلى هنا أو الصفر إلى كندا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطور الذي كان مرفوقاً بالوزير المنتدى باسمية بن خالدون كدخل لللقاء على أهمية القرار الذي اتخذته جامعة أوطوى باعتماد السياسة المتعلقة بالعفاء الجزيين من رسوم الدراسة لطلب الأجانب لأسيما القادمين من القارة الأفريقية